اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بعالم البرمجيات المشهور مارك واللي بيخترع روبوت صديق للانسان بنشوف الاطفال اول ما بيلمسوا الروبوت ده بيديهم بيتعرف على كل اللي في دماغهم وبيقدر ان هو يساعدهم في اي حاجة يطلبوها منه وبيخلصها بكل سهولة بيعدي سنة وبيكون كل الاطفال معاهم الروبوت الصديق ده معدى بطلنا النهاردة واللي بنعرف ان اسمه بارني بيكون بسبب ان هو عارف ان اهله مش هيقدروا يدفعوا تمان الروبوت وعلشان كده ما كانش بيطلب منهم ان هما يشتروا له روبوت زي باقي صحابه وبيجي يوم عيد ميلاده وبيلاقي ان جدته جاهزت حلويات كتيرة جدا وده علشان يقدر ان هو يعزم كل صحابه ولكن بنعرف ان بارني ما بيكونش عنده اي صحاب لان الروبوت بيستخدم خوارزميات علشان يخلي الناس تقرب من بعضها ولان بارني ما كانش عنده الروبوت ده فما كانش فيه اي حد بيقرب منه او يصحبه وبيظهر بارني وهو حزين جدا في عيد ميلاده بيلاحظ والده الحالة اللي بقى فيها بارني وعلشان كده بيقرر ان هو يشتري له روبوت وفعلا بيروحوا للمصنع ولكنهم بيتفاجئوا لما بيقولوا لهم ان تسليم الروبوت بيكون بعد الحجز بثلاث شهور وكمان بيلاقوا ان سعره كبير جدا وان هما ما يقدروش يدفعوا التمن فبيضطروا ان هما يسيبوا المصنع ويرجعوا البيت وهم في الطريق بيلاقي والد بارني ان عمال الصيانة بيرجعوا روبوت للمصنع علشان محتاج ان هو يتعمله الصيانة فبيقرر ان هو يسرقوا منهم وياخدوا لابنه بيصحى بارني تاني يوم وبيلاقي الروبوت جنبه فبيكون مبسوط جدا بالروبوت ده وبيشكر والده على المفاجأة اللي كان نفسه فيها من زمان بيبدأ بارني ان هو يشغل الروبوت ولكنه بيلاقي انه في حاجات غلط وما بيكونش كل الخوارزميات بتاعته كاملة وعلشان كده ما بيقدرش بارني انه يتعامل معاه بيقرر بارني ان هو يسيب الروبوت ده في البيت ويروح المدرسة ويبدأ يبرمجه والكلام ده لما يرجع من بره بقى ولكن بيتفاجئ لما بيرجع للبيت وبيلاقي ان الروبوت بوص كل حاجة في البيت وبيكون بيرقص مع جدته فبيتداق بارني من الروبوت وبيقرر ان هو ياخده يبدله في المصنع بروبوت يكون كامل زي روبوتات بايصحابه في الطريق بيقابل بارني اصحابه اللي كانوا دايما بيتنمروا عليه ولما بيحاولوا ان هم يداقوا بارني بنتفاجئ ان الروبوت بيتحول لروبوت شرير وبيبدأ يطردهم ويدفع عن بارني بيفرح بارني جدا باللي بيعملوا الروبوت لانه كان اول مرة يحس انه فعلا لي صاحب يدفع عنه ولشان كده بيقرر بارني ان هو يخلي الروبوت معاه ومايرجعوش مرة تانية للمصنع ولكن بيكون اصحاب بارني بلغوا الشرطة باللي حصل وفعلا بتوصل الشرطة وبتقبض على الروبوت وبترجعوا للمصنع مرة تانية بيروح بارني مع والده للمصنع وبيحاولوا ان هم يطلبوا منهم ان هم يرجعوا لهم الروبوت واللي كان اسمه رون ولكن المديرة بتقول لهم ان الروبوت ده مش بتاحهم اصلا لانه مش متسجل عندهم انه هم اشتروا ولان الروبوت هجم على اصحاب بارني بتؤمر الموظفين انه هم يدمروا الروبوت رون بيتدي بارني جدا من اللي قالته وبيقرر انه هو يدخل للمكان اللي فيه رون وفعلا بينجح انه هو يوصله وبيقدر انه هو ينقذه قبل ما يدمره ولكن الامن بيلاحظ وجود بارني في المكان وبيتردوه علشان يقدروا يرجعوا رون مرة تانية ولكن لما بيوصلوله بيخبي رون في مكان سري وبيمسك واحد من الروبوتات التانية لما بيوصل الامن بياخدوا الروبوت اللي مسكه وبيقدر بارني بزكاءه انه هو ينقذ صديقه رون بياخدوا بارني للبيت وهناك بيبدأ يعلمه كل حاجة وكمان بيعرفوا ايه الحاجات اللي بيحبها واللي بيكرهها وفعلا بيكون رون زكي جدا وبيتعلم بسرعة وبيكون تفكيره مارن زي تفكير البشر مش مجرد روبوت متبرمج زي بقى الروبوتات كده وخلاص وفي يوم بيزور بارني واحدة من صاحباته واللي بتفضل تتريق على شكل رون لما وقع في حمام السباحة لما بيسألها رون عن السبب فبيقول لها لان وظيفة الروبوتات هي انها تلاقي اصحاب جديدة للاطفال اللي بيكونوا معاهم وانه هو لسه ملاقاش اي صحاب لبارني وساعتها بيداي بارني من كنامها وبيقرر انه ويسيبها ويمشي وبيطلب منها انها ما تعرفش حد انها شافت الروبوت ده لان المفروض انهم اتخلصوا منه في المصنع ولكن بيكون صاحبة بارني نشرت فيديو بتاع رون وهو بيقع في حمام السباحة بيشوفوا كل الناس في المدينة ومن ضمنهم مارك مخترع الروبوتات اللي بيكون متفاجئ من تصرفات رون وساعتها بيطلب من كل عربيات الشركة بتاعته انهم يوصلوا لبيب بارني ويجيبوا الروبوت لحد عنده في نفس الوقت بنشوف بارني وهو رايح لمدرسته وبنشوف رون وهو خارج لوحده للشارع وده علشان يدور لبارني على صحاب زي ما قالت صاحبة بارني بينجح رون في خطته وبيقدر يجمع له صحاب ليهم نفس مواصفاته وبيستغرب بارني لما بيشوفه ولما بيسأله عن السبب اللي جابه للمدرسة فبيقوله انه هو لقاله اصحاب ما بينهم حاجات مشتركة كتير ولكن بتتدايق مديرة المدرسة وده لان الناس اللي جمعهم رون بيكون شكلهم غريب جدا وبيعملوا دوشة في المكان بتستدعين مديرة ولما بيروح بارني لمكتبها بيلاي ان موظفين الشركة بيطلبوا منه انه هو يرجع رون مرة تانية للشركة ولكن بيكون الوقت فات وده لان كل اصحاب بارني في المدرسة سرقوا خوارزمية رون ودخلوها للروبوتات بتاعتهم وبتبدأ كل الروبوتات انها تتعامل بشكل غريب بدون اي سيطرة من الشركة المصنعة ليهم بيعرف مارك اللي حصل ده وبيحاول ان هو يعيد السيطرة على الروبوتات وبيفشل في البداية ولكنه بيقدر بعد محاولات كتير ان هو يسيطر مرة تانية على كل الروبوتات مع درون بتتعصب مديرة المدرسة من الفوضى اللي حصلت بسبب رون وبارني دي وبتقرر انها تطرده من المدرسة وبتشوف بارني وهو بيقرر انه يسيب المدينة ويروح يعيش هو ورون في الغابة بنشوف بارني وهو بيلعب مع رون في الغابة وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض وبالليل بارني بيقول لرون ان كل صحابه اللي بيتنمروا عليه كانوا ريبين منه ولكن من وقت ما ظهرت الروبوتات وهم بيعملوه بطريقة مش كويسة وده لانه ما كانش معاه روبوت زيهم بنشوف اهل بارني وهما بيدوروا عليه في كل مكان وكمان مارك اللي بيلاقي ان مديره في الشركة كل همه انه هو يلاقي الروبوت ويدمره علشان يفضل يكسب من بيع الروبوتات فبيقرر هو كمان انه هو يدور على بارني ويرجعه للبيب بتاعه بيكون بطريقة رون على وشك خلاص انها تخلص وفجأة بيوصل الروبوتات اللي بيبعتها مدير الشركة تدور عليهم للمكان وبينام بارني في الارض ولما بيشوف المدير الصور بيفتكر انهم خلاص ماتوا فبيؤمر الروبوتات انها ترجع مرة تانية اما في تاني يوم فبيلاقي رون ان بارني تعبان ومحتاج لعلاج بسرعة وساعتها بيشير رون على ظهره وبيرجع مرة تانية للمدينة بيشوفوا صحابه من بعيد وبيقرروا ان هما يساعدوه بجد المرة دي من غير اي تنمر بقى ولا حاجة وتوصل كمان كل كاميرات التلفزيون واللي بتصور رون وهو بينقص صديقه بارني من الموت بيفوق بعدها بارني وبيلاقي نفسه في المستشفى وكمان بيجيله مارك ومعه رون بعد ما كان برمجه علشان يكون زي باقي الروبوتات ولكن بيتعصب بارني لما بيشوف اللي عمله مارك وبيطلب منه انه هو يرجع رون زي مكان ولما بيحاول مارك انه هو يعمل كده بيلاقي ان مديره طرده من الشركة ومنع وصوله لبرمجة الروبوتات وده لانه كان عاوز يسيطر على كل الروبوتات اللي في المدينة بيقول مارك البارني انهما لازم يدخلوا للشركة علشان يرجع برمجة رون مرة تانية زي ما هو عايز وفعلا بيفكروا في خطة علشان يدخلوا للشركة مرة تانية بتوصل جد بارني للشركة واي لبسة لبسة عامل نظافة وبيفضل والد بارني يشغلهم كده لحد ما بتقدر جد بارني انها تدخل ومعها بارني والروبوترون وبيفضل بارني يدور في الشركة جوه قاعدة البيانات على اسم الروبوترون بيلاحظ مدير الشركة ان بارني ورون في المكان وساعتها بيقطع الكهرباء عن قاعدة البيانات ولكن بارني بيفضل يحاول وفعلا بيوصل للزاكرة اللي عليها قاعدة البيانات الخاصة برون وبيقدر انه يبرمجه ويرجعه مرة تانية اما مارك فبيقدر من لوحة التحكم ان هو يرجع الكهرباء مرة تانية لقاعدة البيانات بيشوف بعدها مارك على شاشة ان كل اصحاب بارني زعلنين جدا برغم ان هم معاهم روبوتات وكمان بيتفاجئ لما بيعرف ان الشركة كانت بتستخدم الروبوتات علشان تتجسس عليهم طول اليوم على عكس رون اللي بتكون الشركة مش بتقدر انها تتحكم فيه بيجي لمارك فكرة وهو انه يبعت الخوارزميات بتاعة رون لكل الروبوتات اللي في المدينة ولان رون اتعلم كل حاجة من بارني فاكيد مش هيحصل فوضى زي اللي حصلت قبل كده بيبدأ مارك انه هو ينفس فكرته ولكن بيكون الحل ده هيقضي على رون لانه هيتوزع على باقي الروبوتات التانية وساعتها بيكون بارني في اختيار صعب جدا بين انه يختار صاحبه الوحيد او انه يكون سبب في سعادة كل صحابه وساعتها بيختار بارني سعادة كل صحابه فعلا وبعد كده بيبعت مارك كل الخوارزميات اللي في رون لباقي الروبوتات وبيختفي رون بيرجع مارك مرة تانية للشركة بعد ما هدد مدير الشركة انه هو ممكن ينشر فيديوهات وهو بيتجسس على الاطفال في المدينة وبتظهر بعدها كل الروبوتات وهي في احسن حال من اللي قبل كده كمان واكيد احسن من اللي قبل كده وكمان بيكون الاطفال صعداء جدا بالروبوتات على عكس ما كان قبل كده بنشوف بعدها بارني اللي ما بيكونش معاه روبوت ولكن بيكون كل صحابه بيحبوه وبيقربوا منه لانه اختار ساعدتهم وكمان بتكون كل الروبوتات بتحبوه لان كل الروبوتات كان جواهم جزء من خوارزميات رون وبس كده لحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا والحلقة بتاعتنا نتمنى اللي اتنين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش تعملوا سابسكرايب لايك وشير للقناة تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلوكم مننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام